طبعا دايما في البدايات عن اخر اخبار محلية ده اكيد لازم نواكب كل الامور نهارده كان فيه مباراة للكاس واليومين اللي فاته كان فيه تلات مباراة ايضا في كاس مصر وبدأ الكاس يتبالور والصورة تتضح من سيذهب الى المربع ومن سيكون له نصيب في الوصول الى انهائي كاس مصر نهارده كانت مباراة طلاع الجيش امام مصر المقصة ومازال نادي مصر المقصة يعني عايز اقول ما عندوش نصيب الحقيقة نهارده خسر ولو انها خسارة يعني او اقول فوز مستحق لطلاع الجيش بهدف نظيف اليومين اللي فاته كان فيه تلات مباراة ابو قل الاسمدة اللي بيلعب فيه القسم التاني وبيضربه الكابتن الكبير احمد الكاس نجم مصر ونجم الزمالك والاولمبي من قبله فاز على حرص الحدود اللي بيلعب في الدولة الممتاز 2-0 تحاد سكندارية تخطى اسوان 2-1 ودي دجلة يلقى هديمة جديدة امام نادي مصر 1-2 سريعا كده نعرض لقطات بيرو للمباريات الاربعة ونبدأ بالمباراة اللي اتلعبت النهاردة وهي طلاع الجيش امام مصر المقصة اشتركوا في القناة